قصة اللي حصلت النهاردة في قطر منوف ايه اللي حصل وليه الكومساري ضرب الراجل على وشه قدام بنته وايه قصة السيدة اللي اتدخلت وصورت الفيديو كل ده نعرفه مع بعض بس ياريتنا تنسوش تدعموني بلايك وشير فعالو زر الجرس عشان نوصل له كل جديد صلى على الحبيب الله مصلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله مواطن معت اسكرة وعدت المحطة بتاعته وكان مع بنته تمام سنين الكومساري طلب منه يحصل غرام لان المحطة بتاعته عدت منه فطبعا المواطن معهوش ان هو يدفع الغرام فطلب منه ان هو ينزل في قارب محط لان هو معهوش ان هو يدفع الغرام مسكوا وضربوا الكومساري هو المساعد بتاعه بالكف على وشه قدام بنته البيت قاعدت تعايت الناس كانوا موقفين واحدة طلعت 50 جنيه وقالت له خد الفلوس بس نزل الراجل وبنته والراجل الكومساري مصر ان هو مش هينزلهم القطر وان هو لازم يسلمه طيب الراجل عمل ايه لده كله ايه يعني لما المحطة فاتت عليه نفرض ان هو معهوش فلوس ان انت تضربه لأ مش من حقك ان انت تمديدك عليه وتضربه بالقلم على وشه قدام بنته وطبعا الست لانها امه خافت على مشاعره نفسية البنت الصغيرة ان البيت القومساري رفض ياخد منها الفلوس ودور الضرب في الراجل ضربه بالكف على وشه قدام بنته ومصمم ان المواطن ده لازم يدفع او يتشد من افاه وصمم على اهانة المواطن قدام الناس وكل الناس كانت معاه في القطر وكل الناس قاعد يقول له خدوا مننا الفلوس كذا حد مش ست دي بس كذا حد قاعد يقول له خد الفلوس الغرامة بتاعته ونزل الراجل ويسيبه وهو مصر ان هو ما يسيبش الراجل وماسك فيه مصر ان هو ما ينزلوش من القطر طبعا احنا للدرجات دي تشال من قلوبنا الرحمة ياريت يا جماعة تكتبولي تعليقاتكم كده وتقولوا رأيكو في كمساري ده ايه لو وصلت معاه لحد هنا لايكوش يرفع له زر الجرس عشان وصلوكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته